الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم إنك عفوون تحب العفو فاعف عننا اللهم ارفع الهم والغم والكرب عن أمتنا وعن المسلمين خاصة في غزة وفلسطين وسوريا والسودان اللهم يا رب العالمين ردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلة وأيقظ الغيرة في قلوب المسلمين لنفض غبار الذل عنهم ووحدتهم تحت راية الإيمان والإسلام يا رب العالمين وبعد مع اسم جديد من أسماء ربنا جل في علا سبحانه وتعالى وهو اسم الله الوتر أو الوتر يجوز بكسر الواوي أو فتحها الوتر أو الوتر ومعناه هو الفرد أو ما لم يتشفع من العدد يكون زوجين والله قال في القرآن والشفع والوتر وهو بالفتح والكسر قراءتان والشفع والوتر والشفع والوتر ورد هذا الاسم الجليل في الحديث المتفق عليه أي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال لله تسعة وتسعين اسما لله تسعة وتسعون اسما مئة إلا واحدة لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وطر يحب الوتر الوتر أي الواحد الفرد الذي لا شريك له ولا نظير له في ذاته ولا انقسام واحد في ذاته وصفاته وفي أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هل تعلم له سميع؟ أبدا سبحانه وتعالى لا أحد مثل ربنا سبحان جل في علاحة شاه هو سبحانه وتعالى يحب الوتر ويأمر به في العبادة علي رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله عز وجل وطر يحب الوتر ومعناه يحب كل وطر شرعه ومحبته له أنه أمر به وأثاب عليه وخصصه بذلك لحكمة يعلمها اختلف العلماء في معنى الوتر الذي يحبه الله على أقوال فقالوا الجمعة وقالوا يوم عرفة وقالوا آدم عليه السلام وقالوا صلاة المغرب وهكذا وبعضهم جمعها كله لكن الإنسان قد يخطر على باله أن الله سبحانه وتعالى أعلم بما يدخل في معنى الوتر وقد يكون محبة الله للسبق إلى الخيرات حتى يتفرد فيها عم من دون فربنا سبحانه وتعالى عندما تحدث في صورة الواقع على الأصناف الثلاثة السابقون السابقون ثم تكلم عن أصحاب اليمين جعلنا الله وإياكم من الصنفين هذين ثم تكلم عن أصحاب الشمال الله لا يجعلنا وإياكم ولا المسلمين منهم والسابقون السابقون وقال في آيات كثيرة سابقوا إلى مغفرة من ربكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون قالوا ما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات هو سبحانه يحب السابقين المتفردين المتفوقين في الخير والعبادة أو في العلم أو في البر أو الجود أو في نفع الناس وإيصال الخير إليه ويحب المسابقة في ذلك ولذلك قال ربنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويقرأ المنافسة في أضاضها من الشر والظلم والعدوان والبغي والقطيع والعقوق والبخل والله سبحانه وتعالى متفرد عن خلقه فهو وطر وجعلهم شفعة فلا تكاد تعتدل أمور الخلق إلا بالزوجية ولا تكاد تستقر أو تهنأ بالفردية أو الأحدية قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وكان من دعاء الله عز وجل المتعلق بهذا المعنى ما رواه النسائي عن محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قضى صلاته وهو يتشهد بعدما خلص التشهد قال اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد لأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ثلاثا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ونسأله بإسمه يا الله نسألك يا الله بأنك أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم وأن ترفع الهم والغم والكرب عن أمة محمد في كل مكان في غزة والسودان والعراق وسوريا ومصر وتونس وكشمير والروهينجا وجميع بلاد المسلمين يا رب وأن يردنا والمسلمين إلى الإسلام ردا جميلا اللهم آمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا